خليني أبو صاحب نأخذها على النقاط السريع إيش أسباب تفريط الاتحاد في هذا اللقب؟ يعني حتى الآن بلغة الأرقام كان الاتحاد متصدر لأكثر من 20 جولة أو 22 جولة ما خانتني الداكرة حصل درب كبير في الاتحاد خسارات متتالية أدت بهذا الفريق أن يصل لما هو عليه الآن إيش الأسباب؟ لو تذكر لي سببين أو ثلاثة؟ طيب يعني شوف أول ما تتحدث عن هذه النقطة عند كثيرنا الاتحاديين فنيين وغيرهم تروح أصابع اللوم مباشرة إلى اللاعبين يقول لك اللاعبين ما في روح ما في أداء ما في مستوى أنا أختلف معهم تماما يعني أنا أقول أن اللاعبين جزء كبير ومهم في هذه المعادلة الخاسرة لكن أنا أعتقد أن اللاعب عادة هو يعني أي مبارة عندما تبدأ الصافرة على المستطيل الأخضر التسعين دقيقة مسؤولية اللاعبين لكن ما يقدم اللاعب في الملعب ترجمه للمستوى للعمل الفني والإداري اللي يسبق المرحل أعطني إياها بالترتيب أعطني إياها بالترتيب فنقاط في التأثير أنا أعتقد أنه بالدرجة الأولى التأثير الكبير على الاتحاد هو العمل الإداري العمل الإداري كان ضعيف كان يفتقد للخبرة كان يفتقد للتوازن كان يفتقد للعمل اللي يحتاجه الفريق والدليل أعطيك دليل قبل ما أروح للنقاط الثانية الفترات التوقف الطويلة اللي كانت موجودة لم يستفد فيها الاتحاد أحد فترات التوقف كانت تصل إلى 49 يوم من ثمانية توقفات حصلت في هذا الموسم كانت تصل إلى 49 يوم تقريبا لم يلعب فيها الاتحاد ولا مبارا ودية تخيل فارق المباريات اللي لعبها الهلال حتى الآن حتى الآن أو حتى يوم الاثنين والمباراة اللي لعبها للتحاد طوال الموسم الفارق بينهم مباراة الفريقين تصل إلى 20 مباراة 20 مباراة كان الهلال يشارك في مسابقات قوية ومنافسات حاسمة واضح واضح بينما الاتحاد كان أنا مستعجل معاك لأنه عندي عدد كبير من الأسئلة ووقتي ضيق فإذا تسمحني تحمل اسم خلينا أكبر هذه النقطة لكن المشاركات الهلال الرسمية كان فيها فترات توقف الاتحاد كان على قل بدل 20 مباراة الفارق بينك وبين الهلال لها 10 مباراة من خلال المباراة الودية خاصة أنه عنده تجربة في التوقف الرابع أعتقد في ديسمبر عندما قام معسكر في جبل علي وعاد هناك ووضحت الاستفادة من مباراة الودية للعباء لماذا لم تكن رأيت التجربة؟ هذا يبين لك الضعف الإدارية العمل الثاني المدرد تحمل اسم بعينه؟ المسؤولية الأولى أنا أعتقد نعم واضحة بالنسبة لي أنا أعتقد أن المدير التنفيذي حامد البلوي كما نشيد في الأداء اللي قدمه بعض الفترات هو يتحمل الوضع هو من يدير النادي ويدير الفريق هذا ما فيها خلاف لكن افتقاد الخبرة في التعامل مع هذه الأمور في الواقع أيضا النقطة الثانية بالنسبة للمدرب واضح أن المدرب ليست لديه شخصية إدارة المباراة الحاسمة وليست لديه شخصية الحضور في المباراة المهمة بدليل آخر مباراة أمام الاتفاق المدرب يغمي عليه في الدكة يعني مدرب في مثل هذا التوقيت من الضغط يغم عليه هذا دليل أنه ما عنده تجربة وهذا أمر مسلم به هذا ليس كلامي هذا كلام الإدارة قبل التعاقد معه عندما قالت جبنا مدرب في الواقع حتى لا يكلفنا الكثير وحتى لا يقول لنا لا في أمور معينة يعني بالعربي كان جاء مدرب عشان يدار الموضوع الثالث واضح يا بوسك بالنسبة للعبين اللعبين هم النقطة الثالثة وأنا لازلت أقول أن ما يقدمه اللعبين في الملعب هو ترجمة للوضع الذي كان يعيش الفريق قبل المباراة والتحضير التهيئة الأجواء التي تهيئة اللعبين بدليل أنه قبل مباراة الهلال أبو صحيب أنا مضطر أني أقاطعك لأنه معين جبت مضطر أني أقاطعك